آلات وأدوات مذهلة لقطع الأعشاب وتزيين الحدائق قطع الأعشاب من الأشياء الضرورية للأشخاص الذين يمتلكون حدائق ويودون دائماً العناية بها لذا في فيديو اليوم أحضرنا لكم بعض هذه الأدوات والآلات التي من شأنها العناية بحدائقكم ابقوا معنا بشكل عمودي وطول مناسب تأتي هذه الأدات في المركز الأول نظراً لقدرتها على القطع بسرعة وشكل جمالي فائق دون الإجهاد لحاملها أو إطلاف العشب تمكنك من القيام بالعديد من القصات المناسبة لأي ضوء سناك قد يكون حجمها كبير إلا أنها فعالة بشكل فائق للغاية نظراً لحجمها الكبير يمكنها أن تقطع من العشب كمية كبيرة في وقت وجيز جداً وهذا كله يتم من خلال هذه الشاحنة الصغيرة التي يتم تشغيلها من خلالها هذه الأدات قد تكون خاصةً بأصحاب المزارع الكبيرة الذين يحتاجون إلى عدد كبيرة من فدان خلال يوم واحد ويحتاجون لمقصات تجذيب منطقة بحكم أربعة لتصليحات زراعية يمكنها من خلال الواحد وهذا يدل على مدى سرعتها وكذلك جودة العمل التي يمكنك من خلال الفيديو ملاحظة ذلك يمكن أن يكون اعتيادياً لا أن القطعة الخاصة بالظهر هي الجديد في تلك الأدات حيث تمكنك من القياس بشكل دقيق ولهذا تعتبر هذه الأدات بشكلها الجديد تطوراً في مجال قص الأعشاب عملاقة وتوفر قطعة كمية كبيرة جداً من الأعشاب في وقت قصير جداً نظراً لكبر حجم المقص الخاص بها وكذلك لأنها لا تعمل بشكل يدوي فهي في النهاية آلة يتم تحريكها بواسطة شخص ما لهذا يتم تفضيلها من قبل الأشخاص أصحاب الأماكن الكبيرة والتي تضم مجموعة كبيرة من الأعشاب التي تحتاج إلى القص كما ذكرنا من قبل وحدة القياس في المقص هي جزء مهم للغاية حيث من خلالها يمكن عمل القصات المناسبة وكما ترغب في الأعشاب الخاصة بك هذه الأدات مثلاً هي معظم حجمها موجود في وحدة القياس وحجم المقص صغير نسبياً أعتقد أن هذه الأدات الكبيرة سوف تنال إعجاب الحكومات لأنها مخصصة للحدائق الكبيرة والتي في العادة تكون خاصة بالحكومات فقط وقطعاً الحكومات تميل إلى التوفير في العمالة البشرية في كثير من الأحيان وهذه الأدات سوف تفعل ذلك مجرد دخولها سوق الدولة قد يبلغ حجم المقص الخاص بأدات القص الخاصة بك إلى 2 متر مثلاً ولكن إيزكي بحجم السيارة وكسابقتها تستخدم لقص المساحات الكبيرة والممتلئة بالأعشاب ويمكن عمل ما يشبه بالأمواج باستخدام هذه الماكينة الرائعة